شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وتحالف شركتين المصريتين وشركة سعودية في مجال إنتاج صناعات الأولومنيوم المتطورة وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلا أن التوقيع يهدف إلى إقامة مصنع التشكيل وتصنيع منتجات وتطبيقات الأولومنيوم لقطعات الإنشاءات وغيرها من المنتجات عالية الجودة وأوضح الوزير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ 500 مليون جنيه من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الموثوق بهم من القطاع الخاص بهدف توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع البحلي في صناعات الأولومنيوم الوسيطة والنهائية في مصر